اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم اثنين إلى بنايتنا وحكى لنا الشاوي تفاصيل الثماني سنوات التي فرقت بيننا أكد رفاق آخرون ما رواه مضيفين جزئيات أخرى روينا لهم بدورنا مآسينا التي كانت في الواقع أقل من مآسيهم لأنهم عانوا أكثر بحيث كانوا في تزممارت داخل تزممارت ولعلهم كانوا مسؤولين عن بعض عذاباتهم بسبب فرقتهم وعدم احترامهم لبعضهم البعض خلافا لما كنا عليه حيث لم نتردد في التشهير بأي سلوك خارج عن الاتفاق العام ومناهضة أي نشاز ينال من معنوياتنا أو يفسد أجواءنا لقد كان القرآن دستورنا والحديث سندنا في الحياة السليمة مع الاحترام المتبادل والطمأنين الروحية لم نكن أصوليين ولا متعصبين بل كنا نبذلوما في وسعنا من أجل آذاء الفرائض والسير على نهج تعاليم ديننا الحنيف للأسف لم يكن ذلك ديدن رفاقنا رغم أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب أفضل منا وقبلنا بكثير لم يكن الاستظهار وحده كافيا بل لا بد من التطبيق واستلهام الآيات في المعاملات لقد كنا قبل الاعتقال نعيش الحياة بكل ما فيها من معاصم باستثناء الماغوط المفضل الذي كان يداوم على الصلاة منذ طفولته ولم يدق طعم الخمر أبدا في تزم مارت كان الإيمان ضروريا ففيه حاولنا إصلاح أنفسنا وسلوكنا لأن الله رحمن رحيم شريطة أن تكون الثوبة توبة النصوح في تزم مارت تعلمت درجة أخطائنا ففي العتمات أيضا يمكن للإنسان أن يرى نفسه في المرآة الداخلية لقد وعيت بأنني كنت أعيش في الظلم حتى والشمس تغمرني بضوئها كنت أتبع الشهوات العابرة مسلوب الإرادة أمام سحرها الغابر والشيطاني أحطت الخطى نحو الخراب الروحي كانت قوتي الوحيدة في تزم مارت هي التقة الثامة في الله أنتظر معجزته الربانية واطقا أن خلاصي بيده وحده سبحانه لا راد لقدره هو الخالق القاهر وأنا مؤمن بذلك هل كنت قدريا؟ أبدا لأن القدرية لا توجد في الإسلام والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم في محكم آياته وإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وهذا ما يفسر إصراري على مقاومة الموت من أجل الاتصال بعائلتي والتشهير بالظروف التي نتآكل فيها وإخبار الضمائر الحية بالطوق المضروب حولها وحسبي الله في ذلك ونعم الوكيل كان رفاقنا الجدد في وضع لا يحسدون عليه جسديا ومعنويا اثنان منهم يسعلان بلا توقف وهما عبد الله فراوي الذي يجهل أصل الذاء وعبد السلام ربحي الذي أصيب بنزلة برد بعد أن غسل شعره بالماء البارد أسبوعا قبل ترحيله إلى بنايتنا وقد ضار بيننا الحديث الثالي لماذا ارتكبت هذا الخطأ القاتل؟ لقد اقتنمت بداية فصل الربيع وسمحت لنفسي بالاستحمام لأنني لا أطيق الوسخ والرائحة العطنة التي تسبب للغثيان وقد بدأت بغسل شعر رأسي لو كنت مكانك لتحملت الوسخ والرائحة النثنة بدل السعال الخانق الذي يفتك برئتيك كل حسب عادتي شخصيا أحب النظافة ولن أتخلى عنها في تزممات رغم هذا الجواب وجهت له هذه الملاحظة لكن ما قمت به يعادل الانتحار وصراحة أنت متهوع وأعتبر غسلك لرأسك بالماء البارد جنونا أجابني بجفاء ليست المرة الأولى التي أتصرف بها على هذا النحو وليكن في علمك أنني سليم العقل والبدن وإنسان راشد يعي ما يفعل أنت وحدك المسؤول عن أفعالك وما يترتب عنها وإن كنت أخشى عليك من ثقل العواقب لم يرد وأحجمت بدوري عن الكلام ليقيمي بأن الحوار بيننا حوار طرشان طلبنا من الحارس الرسول أن يسعفه بغض النظر عن خلافنا لا سيما المشاجر التي حدثت بيننا أنا وحشاد وبينه منذ ثلاثة أشهر خلت قام الحارس بالواجب مرارا وتكرارا لكن المجهودات كلها لم تجد نفع لأن الحم والسعال استفحل واستفحلت معهما آلامه ذاب رفيقنا مثل شمعة واضطر الحراس إلى السماح لأحدنا بمذ يد مساعدة له لإطعامه والحال أنه لم يكن يأكل شيئا واقتصر على الماء الذي أفرط فيه بفعل الحمى إلى أن لبى نداء ربه في السابعة عشر من ماي سنة 1981 في الساعة السابعة صباحا قبيل وصول الحراس كان المسكين يدردش مع رفيقه في الزنزانة فقال له غريب لقد خفت آلامي هذا الصباح وأحس بالاسترخاء الشيء الوحيد الذي أستغرب له هو برودة أطراف السفلة والحرارة المرتفعة لأطراف العليا لا شك أنها علامات الموت عجابه رفيقه لا لا هذا غير صحيح مدني بقليل من الماء لأغمس يدي فيه لبى الرفيق طلبه وبعد قليل طلب منه الماء من جديد ليروي عطشه وفي اللحظة التي توجه فيها أحمد ليأتيه بالماء وعاد به وجده ميتا أخبرنا بوفاة عبد السلام ربحي كان الفقيد من أصل الريفي ولد بطاطا فقد أباه صغيرا وربته أمه إلى أن تزوجت بقبطان من القوات المساعدة تكفل به كما لو كان ابنه من صلبه ترعرع ونمى في تطوان وهناك حصل على شهادة الإعدادي وعمره 19 سنة انخرط في سلاح الطيران وقضى سنوات التكوين بمراكش ثم 18 شهرا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يلتحق بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة إلى يوم السادس عشر من غش سنة 1972 أذين بتلات سنوات سجنا ونقل إلى تزممات حيث لقي حتفه دون أن يشفي غليله بجرعة ماء دفن في نفس الظروف التي دفن فيها السابقون وسمعنا كالعادة أصوات الحفر والناقالات والحراس وهم يزمجرون وعلى ذكر الحراس فقد غضبوا لقدوم رفاقين الثمانية بدأوا بالغمغمة ثم الزمجرة ثم أبدوا صراحة غضبهم من هذا الفائد البشري الذي سيكلفهم أشغالا إضافية بعد أن انتقلت من 26 إلى 34 سجينا إضافة إلى مخاطر الأوبئة التي كانت تقض مجعهم وقد سبق أن سمعت حمو الحارس يقول لزملائه تمانية أشخاص معنى هذا تمانية أدلاء من الماء ومعناه وقت أطول في الكلوار نشم فيه روائحهم الكريهة لقد بدأ هذا العمل يثير أعصابي أجابه السرجان شاف سعيد لقد اخترنا لهذا العمل لكن ما يثيرني هو وجود ثلاث حمقى من بين القادمين الجدد والظاهر أنهم عنيفون أضف إليهم ميمون وله الحق في ذلك لأن رفيقنا أوشك أن ينتزع خسيته حدث ذلك عندما فتح بندريس باب الزنزان ذات يوم فتظاهر ميمون بالنحناء من أجل وضع إبريقه أرضا قبل أن ينقض عليه ويمسكه من خسيته وبدأ يضغط عليهما بكل ما أوتي من قوة كي يغمى عليه ويستغل ميمون الفرصة للهرب فوجئ بندريس وارتبك فلم يجد سوى الصراخ لإنقاذ نفسه والاستنجاد برفاقه من البناية الثانية سارع هؤلاء إلى نجدته وانهالوا بهراواتهم على رفيقنا الذي أرخى قبضته إنكمش بندريس على نفسه وقد أمسك جهازه التناسلي بكلتا يديه شاكيا منتحبا ويغفر لصاحبنا فعلته وتحين الفرصة لينتقم منه دام الحوار بين الحراس أمام زنزانتي مدة طويلة أبدى خلاله كل واحد منهم وجهة نظره منهم من اشتكى من الأعمال الإضافية ومنهم من تضمر من الأوساخ وفصيل ثالث تخوف من المجانين لاحظ بندريس قائلا ألم تلاحظ بأن الجدد منهكون أكثر من سجنائنا وأكثر وسخا وعصابا ورد عليه لجدان حموا بهدوء وجدية الأمر عاد لو وضعت أي كان بدلهم لجن في ضرف أقل وسجناؤنا أحسن لأنهم يقرؤون القرآن باستمرار أو يتناقشون فيما بينهم بل منهم من يغني جاء رد بندريس ارتيابيا وتشكيكيا لا شك أن القرآن الكريم يقوي العزائم لكن لا بد وأن هناك شيئا آخر نجهله ربما الدواء أو وصفات المشعودين الأدوية قال مولاي علي الثمل بالسمرار من أين يأتيهم الدواء وهم أبدا الأيام في زنازنهم ونحن معهم دائما وافق سعيد على وجهة نظر بندريس قائلا أنا نفسي لاحظت منذ مدة بعض السلوكات الغريبة بعضهم مرض شهورا عديدة وفجأة استفاق واسترجع عافيته وتقدم لتناول حصته من ماء وغداء أي جني عافاهم؟ الشيطان؟ أوقفه حم بحزم قف لقد بدأت في التجديف الله وحده يشفي ويحيي فإذا دقت ساعتك جاءك ملك الموت في الحال وقتها لن ينفعك شيطانك أو دوائك وما قولك في الذين يموتون في المصحات المكيفة والعصرية محاطين بأكبر الأطباء والاختصاصيين والوسائل المتطورة؟ ألم يمت سيدنا محمد؟ والمغفور له محمد الخامس ألم يمت فرعون الذي ادعى الألوهية؟ إذا واصلت على هذا النحو فأنت مارك ختم بندريس المسؤول الأول في البناية هذا النقاش بالقول قولوا ما شئتم لكنني لا أثق في أبناء الهؤلاء فهم متعلمون وأذكياء وأنا أشعر أنهم يحيكون شيئا في الظلام وغدا لناظره لقريب كنت أود المشاركة في النقاش لكن كوني سجينا سيجعلهم غير آبهين لرأيه في الثالث والعشرين من مارس سنة 1981 حصل جديد في البناية رقم اثنين حيث وصل الإخوة بوريكات الثلاثة وهم مدنيون لا علاقة لهم بالانقلابين العسكريين جاء بهم الحراس واقتيد كل واحد منهم إلى زنزان فارغة بعد رحيل الحرص نادى بوريكات على أخويه ليطمئن على حضورهما مدحة بايزيد هل أنتم هنا ردى على سؤاله بسؤال آخر أين نحن فردى عليهما لا علم لي تدخل أحد رفاقنا ليهدئ من روعهم لما ظهر عليهم من فزع وليشفي فضولهم أنتم في تزمم مارت في الموقع بين ميذلت والراشدية جنوب شرق المغرب هنا معتقل سري فمن أنتم عسكريون أم مدنيون أجاب مدحة بحضر لا يخلو من صلافة وأنتم من أنتم أجابه محمد عبدالصديقي المتهم في قضية الصخيرات كلنا عسكريون أوضعنا هنا منذ يوم الثلتاء السابع من غشت سنة 1973 أنا أدعى مانولو سأله علي بوريكات هل أنتم كثر لا 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 توجد في تزمم مارت سوى بنايتين الأولى تضم تسعة وعشرون معتقلاً وهذه البناية رقم اتنين كانت تضم في البداية نفس العدد ولم يبقى على قيد الحياة سوى أربعة عشر رفيقاً وأين الآخرون؟ هل أفرج عنهم؟ تساءل علي مندهشاً لا لقد توفوا دفنوا في الساحة ذلك لأن كلمة إفراج لا توجد هنا والآن لنتعرف ففي هذا المعتقل لا توجد رحمة أو رأفة ولا تدري نفس متى تموت أيها الأصدقاء ما زلت أجهل أسماءكم لكن اسمحوا لي بالقول بأن من يدخل هذا المعتقل لا يخرج منه حياً لا أقول هذا لأحطم معنوياتكم بل لكي تكونوا على علم وتتفادوا أي أوهام شرع علي في الحكي نحن الإخوة بوريكات نحن مدنيون اعتقلنا في الثامن من يوليو سنة 1973 تم سجننا في فيلا سرية بالرباط في طريق زعير تحت حراسة دي اس دي نقلنا بعد ذلك إلى دار المقري بأكدال قضينا ثمان سنوات في الرباط محتجزين في مقرات الشرطة بدون محاكمة أو إدانة أنا علي أصغر إخوتي أكبرنا هو مدحة ويليه بايزيد هكذا بدأت جلسات التعارف بين المعتقلين والإخوة الثلاثة وتبادل الطرفاني طرح الأسئلة الإخوة بوريكات يريدون معرفة أقسى ما يمكن عن المعتقل والرفاق يجدون في استقصاء أخبار الخارج وقد تبين أن بوريكات كانوا مطلعين على كثير من الأمور فبالرغم من اعتقالهم لمدة تمان سنوات فقد كانوا يتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق مثل قراءة الجرائد والاستماع للمذيع والأكل حسب الطلب بل كانوا يحصلون على مصروف الجيب أيضا وفي الوقت الذي كان رفاق البناية الثانية يستمعون إلى أسرار بوريكات كان رفاقنا في البناية الأولى قد شرعوا في مساعدة الوافدين الجدد هكذا اجتمعت اللجنة الطبية ودرست حالات الإصابة لتحديد الوصفات المناسبة خصوصا وأن أمراضهم مشابهة لأمراضنا شيئا فشيئا بدأ الجدد يتماثلون للشفاء بالستناء ربحي الذي توفي بعد شهرين من وصوله في شهر أبريل من نفس السنة حقق القطان بالكبير اتصاله المعتاد لكن رسوله هذه المرة جاءه بطرد إضافي غير منتظر لفائدة المعتقل الصفريوي رقم أربعة وقد كان المسكين عاجزا عن الحركة وكان جاره هو الذي يساعده ويعينه بأمر من الحرس صباح يوم أبريلي دخل هذا الأخير وملأ إبريق الماء ثم سلمه طردا ورسالة قائلا صباح الخير الصفريوي عندي لك خبر سعيد رسالة وطرد سلمهما لي أشويبيني رد عليه الصفريوي هل تسخر مني؟ من أين لي بالتواصل مع عائلتي ولم يسبق لي أن كاتبتها منذ دخول هذا الغار؟ لابد أن خطأ ما قد وقع أنت مخطئ إن الرسول لا يعرفك لكن أمك هي التي ربطت الاتصال وقد سألني قبل تسليم البريد عن اسمك ونسبك ومسقط رأسك واسم أمك وقد أخبرته باسمك واسم والدتك الحاج زبيدة بعد ذهاب الحراس فتح الصفريوي الطرد وفوجئ بعلب المضادات الحيوية والفيتامينات والمقويات ومذياع صغير ترانزيستور بأربع بطاريات فضى الضرف وطلب من رفيقه في الزنزانة أن يقرأها نظرا لضعف بصره انفجر جاره ضاحكا ألا ترى أن ذلك مستحيل نظرا للظلمة؟ لابد من وضع المرآة وانتظار عكاس الضوء داخل الزنزانة حتى أتمكن من قراءتها لا أرجوك عجل بالأمر لا أطيق الانتظار ما زلت أحتفظ بعوذ ثقاب منذ أن سلمه للحارس يوم قتلت العقرب مزق جزءا من قميسي واصنع منه شعلة نفذ الرفيق رغبته وأضاءت الزنزانة بنور جعلها أكثر كآبة وما إن بدأ الجار في القراءة باذلا مجهودا في التدقيق والتركيز وتهجي الكلمات حتى أجهش الصفريوي بالنحيب ومست العدوى قارئ الرسالة الذي واصل التهجي وقد غرورقت عيناه بالدموع ورد في الرسالة ما يلي فاس الخامس والعشرون من مارس سنة 1981 ابن العزيز عبد العالي أمك الحاجة زبيدة لم أتوصل منك بأي خبر منذ تمان سنوات لقد بحثت عنك في كل مكان ولم أفقد الأمل ذات مساء بعد الصلاة التقيت بسيدة عند الخروج من المسجد وبعد دردشة قصيرة عرفت أنها والدة القبطان بالكبير الذي يوجد معك وعرفت أيضا أن ابن عمها زوج ابنتي قريبتي وتعارفنا وقد استطعت بفضلها أن أرسل لك الدواء أما النقود فقد خبأتها في كبسول الدواء دون علم المبعوث أطلب من الله أن يحفظك ويرعاك ويطيل عمري حتى أراك إن الله رحيم بعباده ورغم أني محاطة بأبنائي وبناتي فإنني أفكر فيك دائما هذا الدعم المعنوي ساعد الصفريوي على الأمل وساعدته الأذوي على الشفاء توصل حشاد أيضا ببريده الفصلي وأخبرنا بالإجراءات والمساعي التي تقوم بها زوجته لدى السلطات وأطلعنا أيضا على لائحة الأذوية وطريقة توزيعها وسرعان ما بدأ النقاش من جديد وتعالت أصوات الاحتجاج وتدخل منصة طالبا من الرسل الحمام في القنيطرة الشوبين وفلاش في فاس وقف الاتصالات حتى تحل المشكلة على المستوى العام طلبت من جهتي رأيي الرفاق الثمانية الجدد حتى يتحمل الجميع عاقبة القرار الذين اتخذوا طلبنا أيضا من الرفاق الذين توصلوا بالبريد أن يساهموا لشراء فيطامينات لنا قبلوا جميعهم واتفقنا على شراء علبة الفيتيل لكل سجين وساهم المبعوط أي الحمامة في هذا المجهود طواعية وبدأ يأتينا بقطعة سكر كل خمسة عشر يوما وأربع ثمرات كل شهر وعلبة بسكويت هنريس كل شهرين وعلبة فروماج على رأس كل فصل دام هذا الامتياز قرابة نصف سنة فقط للأسف استطاع خلالها الرفاق الجدد التأقلم مع الوضع الجديد والإفلات من السديم الذي كانوا ينحدرون إلى قراره قبل الرفاق الثلاثة أن يبعثوا ببريدنا إلى عائلاتهم وزوجاتهم لينقلوه إلى أهلنا ووفق المبعوثون على ذلك وعاشت البناية رقم واحد في سلام ووئام لشهور عديدة في البناية رقم اثنين تواصلت الدردشات بما فيها من مفاجآت ودهشة من الطرفين رفاقنا والإخوة بوريكات أبدى الإخوة بوريكات دهشتهم لقدرة الإنسان على العيش في هذه الظروف واندهش رفاقنا لحكايتهم المبالغ فيها في أغلب الأحيان بدأ بوريكات بسرد حياتهم المضطربة وتحدثوا بعدها عن مغامراتهم وما فيها من تحايل وابتزاز وخبايا ثم عن دوائر الزمن وإقامتهم في المراكز السرية بالرباط قبل الوصول إلى تازم مارت وبوريكات من أصل تونسي كان جدهم ضابطا في صفوف الجيش التركي إبانا حطاط الإمبراطورية العثمانية تجنس أبوهم بالجنسية الفرنسية سنة 1921 التحق بالشرطة وتسلق السلم إلى أن أصبح ضابطا تزوج بمغربية من أصل شريف من مكناس أنجب منها عدة أطفال لكن الإخوة بوريكات كانوا يكترون من الحديث عن أختهم خديجة لفرط حبهم لها بقدر ما كانوا يتجاهلون الحديث عن أخ لهم تنكر لهم خلال اعتقالهم بالرباط ولد بوريكات في مدن عديدة بسبب تنقلات أبيهم المتعددة لكنهم شبوا في الرباط قطنوا أولى الأمر بحي العكاري الشعبي ثم انتقلوا إلى حي المحيط لوسيون حيث اختلطوا بأنماط مختلفة من الناس وهناك شحدوا أسلحة الحيل والتحايل تعلموا أشياء عديدة من أبيهم الذي كان يخدم فرنسا وطنه الجديد ويطلع المقاومة المغربية في نفس الآن وهكذا حصل على احترام المخزن والمقاومة مع الاحتفاظ بعلاقته مع رؤسائه بعد الاستقلال حضيت عائلة بوريكات بالحفاوة وحسن الاستقبال وحصل الأبناء على عدة امتيازات وحسب أقوال بوريكات دائما عين أبوهم عبد الرحمن بوريكات بظهير شريف وأسندت له مهمة الصهر على إنشاء المخابرات المغربية بعد ذلك أقاموا بحي فاخر وارتادوا الأماكن الراقية وصاحبوا الدوائر العليا وعاشوا عيشة البطخ والجاه وانغمسوا في القضايا المشبوهة وفاتهم امتلاك سلوك قويم أو تعلم أو تربية حسنة فمدحت غادر المدرسة منذ السنة الرابعة والتحق بالبريد بيزيد الذي لم يكن موهوبا في الدراسة لهذا دخل عالم الأعمال وأصبح أغنى أفراد العائلة وكذلك حال علي الذي فشل في الحصول على البكالوريا وسلف سلوك أخيه وارتمى في حياة اللهو والمجون وقد حكى حكايات لا تصدق وبغامرات يصعب تصديقها منها مثلا أنه بذر في بضعة أيام عدة ملايين من السنتيمات في أماكن اللذة ووجد نفسه مفلسا ووحيدا في باريس لا مال ولا صديق وفيما هو ينتظر أن يبعث إليه أخوه بحوال باريدية كان يجوب الأحياء الراقية وينقب في القمامات بحثا عن لقمة يسد بها رمقه أو ينام في الحضائق العمومية إلى جانب المتسكعين والمشردين بعد أن قضى الليالي في فنادق خمسة نجوم مدحت بدوره لم يسلم من لوثة التبدير أما ببايزيد فقد كان رصينا يحسن التصرف لا يفكر سوى في الثراء وقد حصل بفعل تواطئ أحد المسؤولين الكبار في وزارة التجارة على رخصة تسويق الشاي الأخضر المستورد من التايلاند وبما أنه كان يعمل تحت ظل شخصية مهمة فقد استقبل بحفاوة وسهلت مأموريته وعاد محملا بالهدايا بعد أن ادعى أن أمه أميرة وجلب معه وصلا بشراء مزورا لا يتوافق مع البضاعة ولما عاد وهب للمسؤول حصته واحتفظ بالجزء الأكبر ضاربا عرض الحائط المصالح كلها والمبادئ كلها وبعد أن قضى حياة البضخ ها هو معنا في أسفل سافلين في البناية الأولى تواصلت الاتصالات ووصلت ثلاثة طرود إلى المعتقل واحد من القنيطرة واثنان من فاس وقد تمكن رفيقان اثنان من الاتصال بالعائلة لأول مرة وهما الوافي وصدقي وفي الواقع لقد قام المبعوث فلاش بعمل جيد وجاء ببريد بل كبير والصفري وصدقي ومجاهد غضب كثيرون منا لأنهم لم يتلقوا أجوبة أما أنا فقد اختلق الحمامة بريعة وقال أن زوجتي أضاعت الموعد في منزل رفيقنا حاء ولم يتمكن من الحصول على الرسالة والمال ومزيدا في إقناعي كتب حاء في الهامش المتبقي من رسالة زوجته بعض العبارات وأرسل إلي الرسالة لأقرأها أما الضحية الكبرى فقد كان هو الغلو رقم اثنين الذي عول كثيرا على هذا الاتصال من أجل الحصول على الدواء لكن قريبه لام الموظف في مكتب البريد بالبطحة رفض إرسال الألف درهم التي اقترضها منه منذ سنة 1970 أو إرسال قدر منها وقد كان الغلو مريضا منذ سنة 1978 وزادت هذه الأنباء من تفاقم حالته فقد أصابته نوبة عصبية وتشنجت عضلاته قبل أن ينخرط في البكاء ويطلق صرخات حادة هستيرية أعقبتها إغماء فورية وحين استعاد المسكين وعيه وجد نفسه مشلولا طريح الفراش لا قدرة له على الحراك ليظل كذلك إلى الأبد تواصلت الاتصالات وتواصلت المشاحنات فيما بيننا والتزمت العائلات التي نمى إليها حال أبنائها الصمت والحضر ولم تخطر الرأي العام وتناهت إلى سمعنا أخبار أحداث يونيو سنة 1981 والصخط الشعبي الذي كان وراءها وراودنا الأمل في تحول ما وجاء الشتاء في موعده وفيما نحن نشحد أسلحتنا لمواجهته راجت الأخبار في بنايتنا مصدرها الحارس فلاش تقول بأن مضام طويل نانسي توريا الأمريكية الجنسية وزوجة اليطنو الطويل مبارك من سلاح الطيران ستغادر المغرب للإقامة النهائية في أمريكا من أجل الدفاع عن زوجها وقد كانت هذه السيدة الجريئة والوفية لزوجها أستاذة للرياضيات بالقاعدة الأمريكية بالقنيطرة حيث التقت بالطويل قبل قرانها في سنة 1970 بعد أن اعتنقت الإسلام في ماي 1972 أنجبت طفلا سماياه أميم وبعد مرور ثلاثة أشهر واعتقل مبارك وأدين في عشرين سنة سجنا في قضية الطائرة الملكية وبالرغم من الفترة الوجيزة التي قضياها في العش العائلي فإن حبه ما كان قويا وهو ما دفع نانسي إلى الكفاح من أجل الإفراج عنه وانتظاره بكل وفاء معتنية بالطفل وتربيته بما هو ثمرة عواطفهما الجياش والصادقة أما هو فما فتأ يتذكرها ويحن إليها ويتحدث عنها باحترام وحب وإن كان يأسف لابنه ولا طالما حدثني قائلا أنا متأكد بأن ابني سيتلقى تربي حسنة فأنا أحرف زوجتي لكنني كنت أفضل الاعتناء به شخصيا قبل بلوغه المراهقة حتى أطبعه بميسمي وأصلقه في قالب العناد حدثني قليلا عن هذا القالب السحري الذي يصنع الأشاوس هذا بسيط كل أسبوع يقطع خمسة عشر كيلومترا مشيا على الأقدام وقد حمل على ظهره كيسا مليئا بالرم وبين الفينة والأخرى ينام في الهواء الطلق بالجبل ذكرني هذا بوصايا بالكبير إلى زوجته بخصوص ابنهما خديه دائما إلى الجبل وليركب المطايا والذواب أو يمشي حافيا في الطريق الشائك ولتوقلي إليه بين الفينة والأخرى أعمال الحقل الشاقة وادفعيه إلى معاشرة كل الطبقات في المجتمع أريد أن أجد عند خروجه رجل كامل الرجولة وليس أمليط نبأ الطويل أذهله فلم يصدق ما سمع لكنه سيتأكد فيما بعد من طرف السرجان شاف سعيد فقد جاء هذا الأخير وفتح الباب واقترب منه الطويل وهمس له يبدو أنك ستخرج قريبا من هنا زوجتك أمريكية أليس كذلك؟ بعد جواب الإجاب أضاف لقد أخبرنا المدير نفسه بذلك فقد تلقى برقية تخصك ومن الممكن أن يزورك شخصيا من أجل بعض المعلومات الإضافية تساءل الطويل بحضر عن أي معلومات تتحدث لا علم لي بأي شيء طمأنه الحارس القاسي بالقول على كل فهذه أنباء صار لك وقبل أن يغلق الباب أصر له مبتسما امرأتك سجاعة والأمريكيون يطالبون بك سيخرجونك من هنا بالقوة شيء آخر هزنا وسرى فينا مصر الطيار الكهربائي وبعت فينا حرارة الأمل ذلك عندما علمنا أن جريدة لوموند نشرت مقالا حول تازمام مارت معنونا بشهادات من معتقل تازمام مارت وقد جاءنا الحارس بنسخة من الصحيفة توقعنا حصول تفتيش وتنكيل واستمطاقات وتعذيب لكن أي شيء من ذلك لم يقع كما لو أن الأمر تافه وعادي مساء الواحد والثلاثين من دجنبر سنة 1981 والعالم يستعد للاحتفالات برأس السنة دلف مدير السجن الكوماندان القاضي إلى داخل البناية مرفوقا بالحراس فتح الزنزان رقم 15 فوقف المدير أمام الطويل الذي كان اسمه يدل عليه لأن قامته بلغت متر فاصل 86 نظر إلى السجين وعيناه في عينيه مثل منوم مغناطيسي ونظر إليه السجين نظرة ضعيف البصر لأنهم أخذوا نظاراته سأله المدير هل أنت الطويل مبارك؟ أجابه نعم مون كوماندون هل كنت ليوتنو ميكانيكي في القاعدة الجوية بالقنيترة؟ أكد الطويل أقواله فأضاف ما هي عقوبتك؟ أجاب الطويل عشرون سنة سجنا تأمله وسرح بصره من أخمص قدميه إلى رأسه وتأكد بأن البضاعة التي يبحث عنها سليمة وأن الطويل الذي أقام الأمريكيون الضجة من أجل حي يرزق ثم ذهب دون أن ينبس ببنتشفه وقد أخذته العز بنفسه من نجاح مهمته الجهنمية ذهب لأنه سيجد الوقت فيما بعد لتضوق ما فعلت يمينه بل لعله سيفزع عندما يرى الغلوب وبالرغم من الحالة المزرية للطويل فإنه لم يكن العينة الحقيقية التي تعكس بالفعل ما مر ويمر على الرفاق أو يكشف المعاملة التي هدت حياتنا غير أن هذه الزيارة المفاجئة والغامضة قد زادت من حيرته وظل لغزها ساكنا مخيلته لمدة طويلة وكان عليه أن ينتظر ثلاث سنوات أخرى ليعرف الهدف الحقيقي من ورائها انتهت سنة 1981 بحصيلة رهيبة وكارثية إذ أننا في الفترة الفاصلة بين السابع من غشت سنة 73 والواحد والثلاثون من دجمبر سنة 81 فقضنا 19 رفيقاً توفي منهم 16 في البناية رقم 2 و3 في البناية رقم 1 15 من المتوفين أنهوا عقوبتهم قبل موتهم بمدة طويلة كانت سنة 82 الستنائية إذ لم يمت فيها أحد ولم يتحسن نظام السجن أو لاح أمل ما في الأفق مر نصفها الأول عادياً أي بنفس الأمراض والهديان والجنون وفي الثالث عشر يوليو سنة 82 ونحن في عز شهر رمضان وقعت الواقعة كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحاً والحراس يوزعون الصحور قام حيفي دون أدنى حيطة أو انتباه لوجود لجدان شاف بن دريس بتسليم مجلة ضخمة ملفوفة في قميص إلى جاره ميمون لاحظ الحارس الحركة وطلب تسليمه الأمانة لينظر ما فيها لما وجد المجلة صاحب رفاقه تعالوا لتنظروا عملكم جيد مجلة في المعتقل والسادة الكرام أصبحت لهم مجلات ويحصلون على الممنوعات ونحن لن ندري أين هي المراقبة إذن اندهش الحارسان وتبادل النظرات توجه بن دريس إلى الرفيقين المعنيين بالسؤال دير من هد المجلة فأجاباه في نفس الوقت ما عرفناش؟ شكل الحارس اللي جابها لكم؟ ما عرفناش؟ توجه بن دريس بالحديث إلى حيفي أنت اللي أعطت المجلة صاحبك؟ شكون جابها لك ولعطها لك؟ لقيتها فوق الدالة قال حيفي غير آبه وتدخل لجودان مليعني بقوله ما تعيش راس كامونا جودان هذا راه محمق وما كيعقلوش رد عليه بن دريس في الحال إلى كينش يحمق؟ راه هو أنا يا الله سيدي غلقوا البيبا حتى الصباح شوفوا هذه القضية انسحبوا مخلفين وراءهم صدى الأبواب وهي تغلق وخيم الصمت في البناية لمدة قبل أن يصدح صوت سافر متسائل أيها الساد القراء عروا عن وجوهكم دافعوا عن أنفسكم ألم نحذركم من الكتب والمجلات مرات عديدة ألم نقل لكم بأنها غير آمنة ألم يترجكم الرائس ومنصط والطويل وغلول حتى تكفوا عنها وأنتم تدفعون بقتل الوقت والتطقيف تعالت الأصوات ولم يتورع بعضها في القطف والتنابز وأعاب العديد منا المغوتي على استخفافه عندما سلم المجلة لرفيق فقد عقله وتدخل أحد الرفاق الرصينين وقال ليس الوقت وقت خصام بل علينا أن نستعد لعمل الحراس وعليه لا بد من إتلاف كل ما نملك حتى لا نقيم علينا الحجة أو إخفاء ما ينكر إخفاؤه لنفس الغرض احضروا إننا في عز الصيف وقد لا يترددون في خلع ملابسنا من أجل التفتيش لا تخبئوا شيئا بين الفخدين أو الوركين بدأت عملية الإخفاء والدس دخل بندريس مصحوبا بالسرجان شاف سعيد ولا جدان ملايعني وكل يحمل مصباحا كهربائيا في يده دخلوا الزنزانة الأولى وفتشوها لم يجدوا شيئا مروا إلى الزنزانة الثانية التي يقيم فيها الغلو وكان مشلونا ممددا على البلاطة فرفعوه وفتشوا زنزانته بدقة وفتشوا ما بين الفخدين دخلوا الزنزانة الثالثة حيث بالكبير طال التفتيش وجدوا أشياء عديدة كتابان من الكتب الدينية مجلتان أدوية مختلفة ترانزيستور وبطاريات خرجوا دون نقاش ما دامت الحجة دامقة فتشوا غرفة الصفريوي ولم يجدوا شيئا وقد كان ابن عيسى رفيقه قد أحسن إخفاء الأشياء حيث وضع كل ما بحوزتهما في جيوب ورفعها بالصنارة التي كان يمدني بالأكل بواسطتها في ثقب السقف وصلوا إلى زنزانتي فخاطبني بندريس بقوله الرئيس نحن نعرف بعضنا البعض سنة 1958 وأعترف لك بالاستقامة ولهذا فإذا كنت تملك أشياء ممنوعة سلمها لي دون علم الحراس لأننا سنقدم تقريرا للمدير وكل من خالف سيعاقب أجبته أنا أمد القرآن الكريم نحوه لا أملك سوى القرآن الكريم خذه أو اترك وقد حفظت ما فيه عن ظهر قلب ألم يعطيك رفاقك أدوية؟ لا ولا علم لي بما تقول إذن لا تملك أي شيء لا كتب ولا راديو؟ من أين لي بذلك وأنا سجين هذه الجدران؟ تدخل مليعلي وخاطب رئيسه بالقول إن الرئيس فقير مثلنا ولن يمكنه إيجاد شريك وإنه يسعل باستمرار كما أن مشيته تدل على إصابته بالروماتيزم وختم قوله أنت كتعرف بحالي طبع خايب ومع مرومي دير صاحب لا في الجنة ولا في جهنم ثم انفجر ضاحكا أما السرجان سعيد فقد التزم الحضر ولم يدخل زنزانتي ربما لأنه لم ينسى شجاري معه وتهديد له بالقتل والحارسان نفسهما لم يجرؤ على تفتيش جسدي تحت الإبطين مثلا أو ما بين الفخضين ربما كان ذلك احتراما لي لأنني كنت مدرسهما سابقا أو خاف من غضبي واصل الحراس التفتيش وبدأت أصوات رفاقنا الغاضبة تتعالى وتتهم هكذا صاح مرزاق نحن مسلمون مثلكم لماذا تعاملوننا بهذه الطريقة؟ وتبعته أصوات عديدة تطالب بالإنصاف أو الموت بسلام فأجاب للجدان منعني أنا ملاك الموت في الأرض غادي تشوفوا تدخل حشات صلاح بكل هدوء وثقة وقال ما تقومون به غير إنساني وخصيص هذا عمل كفار فرد عليه السرجان شاف سعيد انت بعدا أنا قد انتكلف بك شخصيا وكانت تلك غلطته لأنها دفعت حشاد إلى الاستعداد والتفكير جيدا في الرد كنت أراقب من ثقب الباب ما يفعله الحراس وما جمعوه من الزنازل من علب الفروماج وكتب ونصخ من القرآن وعلب عود التقاب إلى آخره وقد كان ملايعني ملاك الموت مصابا بمس من الجنون وكان يخضع للعلاج النفسي والعقلي أخذ جهاز ميديع صغير وشغله فنهره بندريس وطلب منه وقف التشغيل فأجابه ملايعني موناجودان شاف أنا صايم ومن الصباح ما كميت ما كنشوف غير الضباب وبغيت نسمع شوية دي الموسيقى وهنت تتشوف أنا كنجري بحل الحمق نوز عليهم الماكلة وهما كيسمعوا الموسيقى ونمتيقا أننا عندهم الروج قلبهم زيان غادي تلقوا الشراب مخبي أخذ علبة البقرة الضاحكة ثم واصل تعليقه إنهم يسخرون منا أندور موناجودان حتى باقرتهم تسخر منا وتضحك بدورها وختم حديثاه بالقول في نظري من نجح في الحصول على ترانزيستور يستطيع الحصول على الخمر وصلوا أخيرا إلى الهدف المتوخى عندما بلغوا الزنزان رقم 29 لصالح حشاد كان القبطان واقفا بالداخل ينتظرهم فتش بن بريس ومولاي علي الزنزان تفتيشا دقيقا وقلبوا أعلاها سافلها خاب أملهما وخرج متأطئي الرأس أما السرجان شاف سعيد فلم يعلق على هزيمته بل وقف في وجه السجين وظل يحملق فيه بادله حشاد النظرات وهو هادئ وغير آبه بدأ السرجان شاف بتفتيش ثنايات ملابسه والأجزاء الكثيفة من ملابسه ثم أمره بخلع سرواله ففعل فاتشه بدقة ثم طلب منه نزع الثبان أي أسليب صنع محلي ونفذ السجين العملي بهدوء ورباطة جأش وخاطبه قائلا لكن السرجان شاف سعيد واش نديرو بالحشمة واش نتاب هاد الموستاج تبارك الله وتدري الدك فبلامة حشم لم يتبه الحارس وواصل تفتيشه لم يبقى سوى المكان المحرم وكان حشاد يعرف أن الحارس لن يتردد في غمس يده هناك لذلك استعد من قبل حيث أنه كان قد حزم بقوة جانبي الجزء الأسفل من سرواله على مستوى الكعبين بخيط رقيق يكاد لا يرى ثم أخذ ماله نصف مليون سنتيم كورقات نقضية جديدة ولفه جيدا قبل أن يربطه ويخبئه بين فخضيه ثم وضع ورق نقضية جانبا في المكان سرخ فيه السرجان شاف أسرع ليس لدي الوقت الذي أضيعه أنا متأكد أنك تملك المال وأؤكد لك بأنني لن أخرج حتى أحصل عليه تظاهر حشاد بأنه ينزل تبانه بيده اليمنى فدفع باللفاف إلى أسفل السروال بيده اليسرى أدخل السرجان يده فأخرج الورقة النقدية مئة درهم لمعت عيناه وهو يخرج غنيمته ونادى على رفاقه تعالوا لقيت مئة درهم يقلت لكم أن حشاد ما فيه تيقى آه عنده حتى ماطلة فتشوها والمقصود بالماطلة هو ما صنعه حشاد من قطع الغطاء والبقايا والشعر وعلب الدواء الفارغة والفروماج إلى آخره أنهى الحراس التفتيش حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ثم نادوا على أحد مساعدي المدير ليعرضوا عليه ما غنموه اندهش المساعد بحجم الممنوعات ونصحهم بعدم اطلاع المدير أو غيره على ما وجدوه فسأله بندريس كيف يمكننا التخلص من هذا وهو يعلم أن غضب المدير سينزل به لا محالة باعتباره المسؤول عن حراسة البناية رقم واحد فضلا عن قرب تاريخ تقاعده الذي سيضيع منه لو علم رئيسه بالحادثة نصحه المساعد بقوله ضعوا ما وجدتم في الساحة وسأعطيكم 20 لتر من البنزين لتحرقوه ثم عليكم بدفن الرمان واحضروا إخبار المدير لأنه سيعاقب أول من سيخبره وأنت بالضبط يا مولعلي عندما تسكر تصبح ثرتارا فاحفظ لسانك وهو ما سيتم بعد سنة تقريبا كان الجدول الزمني لرمضان خاصا للغاية بتزم مارت في الساعة الثانية صباحا نحصل على بغرف من العجينة ثم يذهب الحراس إلى أهلهم بالريش ولا يعودون قبل الخامس مساء ويوزعوا الماء والخبز والحرير والقهوة كان هذا هو النظام الغدائي وجبتان عوض ثلاث وجبات طوال الشهر الأبرك كانت الأغلبية الصاحقة منا تصوم إيمانا واحتسابا بعضنا وهو قليل كان يكره على الصوم نظرا لانعدام الأكل وتلاتة رفاق كانوا يفطرون بدعوى الشروط اللا إنسانية وسوء التغذية واعتبار الصوم في مثل هذه الظروف شبيه بالانتحار في اليوم الموالي جاءنا الحمام وفلاش على حين غره وطلبا منا تسليمهما أي شيء قد يضر بنا لأن البناية ستخضع لتفتيش جديد يشارك فيه حراس البناية الثانية أيضا وهكذا شارك كل الحراس يوم الثالث والعشرون من يوليوز في التفتيش مما يعني أن الجميع كان على علم باستثناء المدير لم يجدوا شيئا لكنهم عاقبون بسحب الماطلات التي صنعناها من نشار الغطاءات والشعر وعلو الأدوية التي تطلب جمعها مجهودات وسنوات أعتقد الحراس بأنهم نالوا منا أي منال وأن التفتيش سلبنا كل ما نملك والحال أننا احتفظنا بثلاثة أجهزة راديو لمتابعة الأخبار ونسخ من القرآن الكريم للمراجعة في حال النسيان والمرايا لجلب النور خبأناها في ثقوب السقف أو في حفر حفرناها في جانب المراحيل يوم الثاني عشر من وينبرد كان يوما سعيدا إلى حين لأن بعض الحراس أدركهم سن التقاع وغادروا المعتقل للحياة المدنية ويبدو أن المدير طلب الاحتفاظ بهم لأنهم عادوا بعد ثلاثة أشهر من رحيلهم والحراس المعنيون بهذا القرار هم بندريس والسرجان شاف سعيد والبغازي لم تشهد سنة 1985 أي توفيات لكنها كانت سنة المرض الذي سينتهي بالموت في السنة القادمة خلال سنة 85 بدأت سحة السليطنو أزندور بجمعة تخونه لم يبدأه الشلل فقط بل فقد السيطر على حركة أطرافه حيث انفصل الساعد عن الدراع واختلت الأطراف السفلة والواقع أن أعضاءه السفلة والعليا كانت تتحرك في كل اتجاه بدون تنصيق كان من الضروري أن يطعمه أحد ما ويضع الأكل مطحونا في فمه لاستحالة الهضم لقد كان المسكين جثة بدماغ حي تعاني من القبض الدائم وأجبر الحراس على ترك بابه مفتوحا ليتسنى للرفاق المتطوعين مساعدته وتنظيفه لقد كان ذلك يتم بدون علم المدير الذي غالبا ما كان يتوجه إلى مكناس ليسهر وغالبا ما استغل الحراس هذا الأمر وسلمونا أباريق إضافية من الماء أو تركوا الباب مفتوحا طوال الصباح حتى ننظف زنازننا ونساعد المرضى وللأسف رغم المجهودات التي بدلها الطويل والرفاق الآخرون توفي أزندور بجمعة في سنة 1986 وقد كان الفقيد من قبيلة مغراوة بين فاس وتازة أبوه رجل عسكري نقل إلى مراكش حيث حصل الرفيق على البكالوريا ثم التحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس سنة 1967 حصل على رتبة سوليوتنو سنة 1969 أدينا في قضية الصخيرات بخمس سنوات سجنا أقبال الإمرأة يرجفت لما نشفت شعري والله يما أنا أقبال الإمرأة يرجفت لما نشفت شعري يا ناس عضيت إصبع ندم على الراح من عمري يما شا سوي شا سوي هو تموت روحي